بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس التاسع عشر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل الاستنباط من هذه الآيات الكريمة بناء على ما سبق فنقول وفي هذه الآيات التي مر تفسيرها من قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم إلى قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نأخذ منها أيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم الله جل وعلا منزه عن الظلم لأنه الحكم العدل الله جل وعلا يقول ولا يظلم ربك أحدا ويقول سبحانه وتعالى وهم لا يظلمون ويقول سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروع الرب عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه فالله جل وعلا لا يضع الجزاء إلا في موضعه لأن هذا هو العدل ويأخذ منها أنه لا يستوي المؤمن والكافر والبر والفاجر لا في الدنيا ولا في الآخرة فالمؤمن عزيز عند الله عز وجل وعزيز عند الناس في هذه الدنيا لأن الله أعزه بالإيمان ووضع له القبول في الأرض وأما الفاجر والكافر فإنه ذليل في الدنيا والآخرة ولو كانت عنده الدنيا بحذافيرها ولو كانت عنده الأموال والأرصدة والمباني أو كان عنده السلطان والقهر والغلبة ما دام أنه على غير طاعة الله فإنه ذليل الله وضع الذل في قلبه ولهذا يقول بعض السلف إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه والله جل وعلا لا يستوي عنده المحسن والمسيء بل عدله سبحانه وتعالى أنه يجازي كلا بعمله ولا يجازي أحدا بغير عمله ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون فإن قيل ألسنا نرى في الدنيا أن كثيرا من أهل الطاعات فقراء ومعوزون ومرضى ونرى أهل المعاصي وأهل الكفر في يرفلون في نعيم وفي ترف أليس هذا أليس هذا مما لا يليق بالله عز وجل لأن الذي يليق به أن يكرم أهل طاعته وأن يذل أهل معصيته فنقول الجواب عن هذا إن الله سبحانه وتعالى قد ادخر لأوليائه الجزاء في الآخرة ولم يفتح عليهم الدنيا التي تشغلهم عن طاعة الله عز وجل وأيضا ما يصيبهم فهو من صالحهم يكفر الله به عنهم الذنوب ويطهرهم به من المعائب حتى ينتقلوا إلى الآخرة وهم نقيون من الذنوب والمعاصي فينالوا كرامة الله عز وجل في الآخرة أما الكافر فإن الله يمسك عنه بذنبه ويعطيه من متاع الدنيا وقد يوسعوا عليه وذلك لاستدراجه لا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فليس إعطاء الكافر لكرامته وليس في هذا رفعه له وإنما هو لمضرته واستدراجه وليس ما يصيب المؤمن لهوانه على الله بل إنه لصالحه ولأن الدنيا لا تساوي شيئا فالله جل وعلا لو كانت الدنيا تساوي عنده شيئا ما سقى منها كافرا شربت ما هذا هو حاصل الجواب عن هذه الشبهة ويوخذ من هذه الآيات أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكبر النعم على البشرية عموما وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين خصوصا قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي هذه الآية يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يوخذ من هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من جنسنا ليس له من الربوبية شيء وهذا مما يمنع الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يرفع فوق منزلته وأن يدعى مع الله سبحانه وتعالى وأن يستغاث به بعد موته صلى الله عليه وسلم وأن تطلب منه الحوائج بعد موته صلى الله عليه وسلم لأنه ليس له من الأمر شيء وإنما هو رسول من الله وقد بلغ الرسالة وأدى ما عليه وأما العبادة بجميع أنواعها فهي حق لله سبحانه وتعالى ولهذا يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعني من جنسهم من ناحية من ناحية الشخصية أما من ناحية المعنوية فإن الله رفعه سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة ويأخذ من هذه الآيات كون النبي صلى الله عليه وسلم والداعية يكون من جنس المدعوين ومن المعروفين لهم لأن هذا أدعى للقبول ولهذا يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم وهنا يقول رسولا من أنفسهم وذلك ليتم التلقي عنه وسؤاله ومصاحبته صلى الله عليه وسلم ويأخذ من هذه الآيات أن من لا يعرف لا يوثق بصدقه من لا يعرف فإنه لا يوثق بصدقه ولا يمنح الثقة من أول مرة بخلاف المعروف فإن هذا لا إشكال فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند العرب ويسمونه بالأمين لذلك ليس بحاجة إلى التثبت في صدقه صلى الله عليه وسلم لأنهم هم يعرفون ويعرفون صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام يوخذ من هذه الآيات أن الدعوة إلى الله تكون بالكتاب والسنة كما قال جل وعلا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فمنهج الدعوة هو منهج الكتاب والسنة ولا نهدف مناهج من عندنا أو من اختراعنا واصطلاحنا فإن هذه المناهج المخترعة والمصطلح عليها أضلت الناس وفرقت الناس وشتتت الناس أما إذا وحدنا المنهج وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في الدعوة وفي غيرها فإنها يحصل الاتحاد كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القرآن والسنة ويوخذ من هذه الآيات بيان العمل بالسنة وأنها عديلة القرآن لأن كل من عند الله سبحانه وتعالى فالاحتجاج بالسنة حق لا كما يقوله أهل الزيغ وأهل الضلال من أنه لا يحتج إلا بالقرآن وإنما يحتج أيضا بالسنة لأنها وحي من الله ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب يوخذ من هذه الآيات أن المقصود بالدعوة إلى الله تطهير المجتمعات من الكفر والشرك والمعاصي كما وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الكتاب والحكمة ويزكي يزكي المجتمع يعني يطهره فالغرض من الدعوة إلى الله هو تطهير المجتمع من الوثنيات ومن الشركيات ومن البدع والمحدثات ومن الذنوب والمعاصي وليس المقصود بالدعوة حصول الشرف للداعية أو الرئاسة للداعية أو الرياء والسمعة فهذا طريق أهل الضلال ودعاة الضلال نسأل الله أن يجنبنا طريقهم ويوخذ من هذه الآيات التذكير بحالة العرب قبل الإسلام وحالتهم بعد الإسلام وظهور الفرق بين الحالتين مما يبين مزية الإسلام وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويوخذ منها وجوب شكر النعم لأن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يشكره في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم فيجب شكر هذه النعمة وشكرها يتمثل في قبول ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أتباع هذا الرسول ومن العاملين بما جاء به من القرآن والسنة وأن يطهرنا بذلك من الذنوب والمعاصي والشرك والبدعي والخرافات والمحدثات صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر